اهلا بكم ومشاهدين الى هذا الموعد الاخباري اليومي وتتبعون فيه بعض لحظات ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا الى 455 ومبادرات جديدة للمجتمع المدني والمواطنين لدعم جهود المرافق الصحية انطلاق عملية صرف المساعدات الاجتماعية لمستحقها من عائلات مهوزة وحرفيين ومهنيين حسب جدول زمني لوزارة الشؤون الاجتماعية تواصل تزويد الاسواق بمادتي السميدة والفرينة فلارييف ووزارة التجارة تؤكد تعميم المادتين في كامل البلاد خلال اربعة ايام مرحبا مجددا في مستجدات الاخبار المتعلقة بفيروس كورونا اعلنت وزارة صحة انه تم بتاريخ غرة افريل الجاري تم الاعلان عن تسجيل 33 حالة اصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد اثر القيام ب 674 تحليلا مخبريا ليصبح العدد الجملي للاصابات 455 حالة مؤكدة وليبلغ عدد الوفيات 14 حالة وفاة وهي ثلاث حالات في سفاقس حالة في سوسا حالتاني في اريانا حالة في ولاية الكاف حالة في المهدية حالة اصابة في تطوين حالة اصابة اخرى في بنزرت حالتان في مدنينة وحالة في ولاية منوبة واعلنت الوزارة انه تم في اطار المتابعة الحينية للوافدين تم الى حد هذا التاريخ اخضاع 18882 شخصا للحجر الصحية الذاتي 16245 منهم اتم فترة المراقبة الصحية واعتبرت الوزارة ان التطور في الوضع الوبائي يبين انتشار المرض بسرعة بعدة مناطق من البلاد مما يستوجب الالتزام بتطبيق الحجر الصحي الذاتي والحجر الصحي العام كاحد اهم الاجراءات الوقائية الواجب احترامها للحد من تفشي فيروس كورونا ببلادنا وهبت وزارة الصحة بكافة المواطنين الالتزام التام باحترام القانون وكل الاجراءات المتخذة من قبل السلطات في هذا الصدد حماية للامن الصحي للبلاد انطلقت الفرق الطبية وشبه الطبية بولاية قفصة في تحديد الاشخاص المحيطين بالاصابات المحلية يوم امس بالجهة والبلغ عددها اربعة حيث تم ايواء اثنان منها بالمستشفى الجهوي لحسين بوزيانة اين تم تخصيص قسم القلب لايواء المصابين بالكوفيد تسعة عشر اربع اصابات بفيروس كورونا سجلت يوم امس بولاية قفصة انطلقت على اثرها الفرق الطبية في عمليات التخصي لتحديد المحيدين بالاشخاص المصابين لوضعهم بالحجر الصحي الذاتي توقيا من مزيد تفشي العدوى بمدينتي المتلوي وقفصة الجنوبية اين تم تسجيل الاصابات ثلاثة منهم في منطقة المتلوي وحالة واحدة بقفصة الجنوبية العدوى كانت حسب التحريات الاولى هي عدوى جاية من خارج قفصة انطلقنا احنا في مباشرة كل الحالات اللي كانت رفع ميداني لكل حالات اللي كانت في اتصال مباشر مع الحالات الايجابية الحالات هذومة احنا بش يكون معناها محسئين في قايمة وبش يكون معناها رفع العينات في شانهم معناها اجباري واجبارهم للحجر الصحي اثنان من المصابين بفيروس كورونا حول من المستشفى الجهوي بالمتلوي لقسم القلب بالمستشفى الجهوي الحسين بوزيان بقفصة الذي خصص لإقامة مرضى كوفيد-19 بعد تجهيزه ليكون مؤهلا لإيواء المصابين اللي كان قبل القسم القلب حاليا هو القسم مخصص للعناية بالمرضى المصابين بفيروس الكورونا او المشابه بإصابتهم بهذا المرض تم تجهيزه الكارديو فيها اكثر من 20 سرير فمتي ولداء لاستقبال لمرضى كوفيد تم زادة عدد برنامج كامل للأطباء والممرضين يتيسروا على المرضى تم توفير الوسائل الوقاية كاملة للممرضين والأطباء ويذكر أن ولاية قفصة سجلت أول حالة إصابة بفيروس كورونا على المستوى الوطنية في الثاني من مارس الماضي تماثلت للشفاء بعد تلقيها العلاج بالمستشفى الجامعي فرحات حشاد بسوسا في تطوين وفي إجراء وقائي استباقي تم غلق منطقة راس الوادي أمام الوافدين والمغادرين بعد اكتشاف حالة إصابة لمرأة محلية بفيروس كورونا وتم فتح تحقيقنا حول هذه الإصابة من خلال متابعة الأشخاص الذين تواصلت معهم المصابة لإجراء التحاليل المخبرية في ولاية تطوين سجلت أول إصابة جديدة مؤكدة لفيروس كورونا محلية صنفت بالحالة الأفقية لإحدى السيدات بمنطقة راس الواد قدمت من تونس العاصمة وبقيت في المنطقة لمدة سبعة أيام إدارة جهوية للصحة فتحنا بحث حاول الى كونتاكت اللي عملتهم لمرأة هذية وعلى أثر البحث هذية باش نعملوا الكل للناس هذوم الكل وفي الانتظار معنا باش نعرف وشكل اللي هو كونتاميني وشكل اللي هو لبس عليه عملنا حجر معناها بالتنسيق مع السلطة الجهوية حضر كامل والله الوضع الوابعي حاليا عدنا سبع حالات كورونا وعدنا مالي رزمو حالة وفاة وحيدة الحقيقة تول لهم مصابين بالفيروس حالتهم مستقر ومتمثلين للشفاء وإن شاء الله ربي يشفيهم هذا وفي إجراء وقائي استباقية أغلقت منطقة راسلواد بالكامل أمام الوافدين والمغادرين وفرض الحجر الصحي الشامل على متساكنها في انتظار صدور نتائج التحليل التي أجريت على عدد من محيطية السيدة المصابة براسك يعني ما فماش عباد الناس كل ملتزمة بالحجر الصحي والناس كل شدة ديارها وربي يستروكها وتم العمل منذ ليلة أمس على اتخاذ كافة الإجراءات للتزود بالمواد الضرورية والأساسية كذلك زاد مصالح البلدية قامت بالحملة تحسيسية لكافة المواطنين وقامت اليوم باتخاذ كافة الإجراءات للتعقيم والحي في ولاية تطوين سبع حالات مؤكدة بفيروس كورونا وأكثر من مئتي شخص في الحجر الصحي الإجباري الشامل يخضعون لمراقبة صحية وأمنية صارمة تتواصل المبادرات وهذه المرة المبادرة بين القطاعين العام والخاصة للصحة حيث تم تدعم مركز الكورونا باسفاقس بعديد التجهيزات الضرورية الخاصة بالعناية المركزة لمواجهة هذا الوباء مساهمة أولية تم التنسيق لها بين القطاعين الصحي الخاص والعمومي لدعم إمكانيات مركز الكورونا بتجهيزات يحتاج إليها أجهزة تنفس خاصة للعناية المركزة للعناية المركزة اللي ماش متوفرة بكثرة أغلبية المساحات معناها من درجة في العملية هذه ولبيت النداء واللي يجب وإحنا كسوا بالمعدات هذه ولا زادة كيف كيف عندنا مستعدين باش نوضع على ذمة السنتر هذه عن كاتب الزوء وقلي هما يطلبوا البرسونيل ولا طباء متخصين في الانعاش بادرة في سياق تركيز الجهود على ما ينفع الناس ويرمم شيئا من الثغرات في القطاع الصحي العمومي وصورة مثل هذه تمتد فيها الأيدي لإدخال آلة إلى مركز الكورونا تؤكد أن التجاذبات التي يعيشها مستشفى الحبيب بورقيبة بسفاقص ظرفية اليوم نحب أن نحيق كلمة مي صحة وكلمة مستشفى هادي شاكر وكلمة مستشفى الحبيب بورقيبة وكلمة من بن زرت البنجردان كل الأسامي التي نكتبوها تبلية هدية كل يزمة تنحى ونحن ندخل في ماركة ونعتبره جيش بالتبلية البيضة وقتها بالجيش يحارب بالسلاح يقولون هذا عسكري من بنجردان وهذا عسكري من بنزرت اليوم كنا في ماركة ضد عدو مجهول ونحمله شعار تونس أما بخصوص موعد استغلال مخبر التحالي في السفاقس فيبدو أنه لا ينتظر سوى الترخيص له من الوزارة بخبر التحاليل المعلومة لعندي قدرة ربي الأسبوع القادم الأسبوع القادم خطر فما أمور فنية وتقنية هي ترجع بالنظر للإدارة المركزية اللي هي وزارة الصحة وإن شاء الله قدرة إليه الأسبوع القادم واللي تم التحاليل هنا على مستواجهة السفاقس ومع ارتفاع نسق الاستعداد لبواجهة هذا الوباء ترد أنباء عن تزايد عدد المصابين في السفاقس بما يجعل الالتزام بالحجر الصحي السلوك الأنجع لسلامة متطوعان أصل مدينة أقصره ليل من ولاية المنسير استغلوا قط الفراغ التي فرضها الحجر الصحي العام وحضر الجولانة في إصلاح الألات الطبية المعطلة والمركونة بالمستشفيات العمومية لاستعمالها من جديد هو اختار معافذة مجهود الدولة في التصدي لفيروس كورونا بسيانة وتصليح المعدات والآلات الطبية المركونة بمستودعات المستشفيات العمومية وخاصة منها التجهيزات التي يستعملها الإطار الطبي في أقسام طب الإنعاش في الظرف الراهن طواعت وبدأنا نصلح في الآلات الطبية مجانية كي كلمنا سبيتارات خاصة أكدنا عليهم حشتنا بالتجهيزات والآلات اللي حعشنا بهم في الأزمة هذه هم الإزابارير ريسبيراتوار لبوستورانج للتخطيط على القلب حاجات كي من هكالات تنفعنا في المدة هذه أكثر من 70% من الليباني تصلحوا هم الليباني إلكتيك ولا إلكترونيك ولا بانك دي بياز دير وشانج عملنا أعلان على الفيسبوك وبرك الله فيهم برشان ناس تعاون وكان عفيف سجيا الخبير في مجال الطاقة والنسيج مرفوقا بصديقه شام الحداد المقيم ببريطانيا والذي أجبره الحجر الصحي على البقاء هنا بمدينة قصره ليل ليتواصل مع المستشفيات العمومية وجلب المعدات لتصليحها في كل سبيتارة تلقى رئيس مصلحة الصيانة هو تلقاه مسكر كل شيء وما يحبش يعطي الآلات هذه ما نعرفوش علاش برشة مديرين جاوبوا معنا برشة ولات الدخل وقاعدين لزابرا يجيوا من كل سبيتارة وقاعدين نصلحوا فيهم وأكد المتطوعان أنهما قام بتصليح آلات طبية قيمة لتعادل الاستعمال مجددا ميزال العمل متواصل لحد الآن صلحنا بما يقيمته 450 ألف دينار وميزال عنا هوكتشوف ستوك هؤلاء اللي رجعوا للسبيتارات وصلحنا حتى آلة القطاع الخاص ممكن قيمته 50 ألف دينار ممكن أغلى زوز آلات آلة أخذناها من فرحات حشاد التنفس ألمانية الصنع ممكن بسريرها تعمل 150 ألف دينار فما برشة شباب أنا نحب أن نشكر لأولاد الكوليكاي اللي معنا في الانترنت حقيقة أننا برشة ناسعة ونتنا عن برشة كفاءات في تونس قاعدت مستغرب أنا الكفاءات هذه قاعدين في الانترنت ساعات عفيف توقع لمشكلة ولا حاجة ولا مدالق قريمي يحط أنونس في الانترنت تلقى عنا في فرنسا حتى من كندا تدخلوا معنا لخط يعفيف يعاونوا فيه وبالحق الناس كليكاي يد في اليد وصلنا باش صلحنا برشة آلات وهذا اندل على شي فهو يدل على أن التطوع لمجابهة فيروس كورونا في نمو وازدهار كالزهور التي تتربع على مملكة الفصول في طار الأسريع بتقديم المساعدات الاجتماعية لمستحقها من عائلات معوزة وحرفيين ومهنيين متضررين من إعكاسات الحجر الصحية انطلقت اليوم عملية صرف هذه المساعدات حسب جدول زمنية قرأته وزارة شؤون الاجتماعية انطلقت وزارة شؤون الاجتماعية وبصفة تدريجية في عملية صرف المساعدات الاجتماعية الاستثنائية والظرفية المعلنة عنها لفائدة مستحقها من العائلات محدودة الدخل والتي تشمل 623 ألف عائلة وذلك بوسط التحوالات بريدية أو بنكية وقعت عملية تنظيم تسليمها حسب عدد مراكز البريد وبإمكان المنتفع التعرف على تاريخ السلام المساعدة الاجتماعية عن طريق الضغط على الزر نجمة 10-17 نجمة رقم بطاقة تعريف الدياز باش يخرجوا بالضبط يقولوا راهو انتي نهارتس بشتزي وفي أمساعة إحنا باش يفهم التوانسة كيفاش قسمنا الشي هذائق قسمنا الشي هذائق باش نحن عنا حوالي ألف مكتب بريد في تونس قلنا على كل مكتب بريد نحاولوا باش نخرجوا فيه ثمانين رقبة ثمانين رقبة في الألف يجوث ثمانين ألف هذك علش قسمناه من كل نهار حوالي ثمانين ألف اللي باش يجيه الرقم متاع ويقولوا راهو باش تمشي المكتب بريد فلاني اللي كان قل لك نهارة 2 أفريد ويشمل توزيع المساعدات بداية من الثالث من أفريد المنتفعين بالمساعدة الضرفية من العائلات المعوزة فيما تتسلم العائلات المتكفلة بالأشخاص ضو الإعاقب مساعدتها الضرفية بداية من الاثنين المقبل وفيما يتعلق بالمهنيين والحرفيين المتضررين من إجراءات الحجر الصحي الشامل تنطلق عمليات الثجيل لانتفاع بالإجراءات في الرابع من أفريد عبر بوابة مخصصة للغرض هو من أجل البناء منصة يدخل عليها السادة اللي باتونتي هذا ما نسميه باتونتي ومتضرري يدخل على المنصة ابتداء من نهارة 4 أفريد نهارة 4 أفريد لقوا عندهم منصة باش نعنوا عليها ونوريوها مع تياقلنا عليها في كل وسائل العالم اللي باتونتي هدوما يدخل على المنصة ثم ديكاز يلزم يجاوب عليهم وتوقع إيجابتهم مباشرة كل حد سنية لإعانا اللي بس يخوه أما بالنسبة إلى العمال المحالين على البطارة التقنية تم إطلاقوا بوابة إلكترونية لتمكين مؤسستهم من تقديم مطالب مساعدة اجتماعية ظرفية استثنائية وتنطلق عمليات التجيل بداية من يوم الثابع من أفريل هذا وكانت الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات للتخفيف من الأعباء عن العائلات محدودة الدخل عبر إعادة التزويد بالماء الصالح للشرب وعدم قطعه لمدة شهرين كذلك الكهرباء كما تم التعهد بالأشخاص فاقد الماء والمشردين عبر إيوائهم في فضاءات مخصصة للغرض في غضون الأسبوع الجري سيتم استأنف العلاقة تعقدية بين مصالح الصندوق الوطني للتأمين على المرض وأصحاب الصيدلية الخاصة ذلك ما أعلن عنه نائب رئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيادل الخاصة نوفي العميرة اليوم وأوضح عميرة أن الهدف يتمثل في تأمين استمرار العلاج للمضمونين الاجتماعيين في ظل الظروف الصحية الطارئة والاستثنائية الناجمة عن تداعيات فيروس كورونا المستجد كما بيّن ذات المزدر أنه سيتم اعتماد منظومة إلكترونية في العلاقة بين الصيادل والكنامة في ظل الحجر الصحية الشامل وتوقف عمل الأطباء بسبب تفشي الفيروس كما أوضح نوفي العميرة أن هذه المنظومة الإلكترونية تعتمد على مهاتفة المريض للطبيب الذي يقوم بتقديم استشارته الطبية عن طريق الهاتف ويصف له الأدوية التي يحتاجها ويقوم الطبيب ببعث رسالة إلكترونية للصيدلي الذي يختاره المريض وتتضمن الرسالة قادمة الأدوية التي وصفها الطبيب ويقوم الصيدلي بدوره بإرسال قائمة الأدوية الخاصة بالمريض إلى مصالح الكنام وفي حال احتاج المريض إلى تحليل فيقوم الطبيب ببعث رسالة إلكترونية إلى المخبر المعنية ويقوم المخبر بدوره ببعث رسالة إلى الكنام وتهدف هذه المنظومة حسب المسؤول النقبي إلى المحافظة على حياة المواطنين وتوقياً من فيروس كورونا آملاً أن تبقى هذه المنظومة إلى ما بعد كورونا تربوياً قررت وزارة التربية وشؤون الشباب والرياضة أعفاء المترشحين بصفة فردية لامتحان البكالوريا وتلميذ المعاهد الخاصة الذين تعذر عليهم تعاطي التمارين البدنية بصفة منتظمة للسنة الدراسية الحالية من تقييم مادة التربية البدنية في امتحان البكالوريا وذلك بصفة استثنائية ومرعاة لسلامة التلاميذ والإطار البيداغوجي وكافة الأسرة التربوية وذكرت الوزارة أن في بلاغ مشترك أصدرته أمس بأنه تم إلغاء امتحان البكالوريا رياضة وسيتم اعتماد المعادل السنوي في التربية البدنية عدداً نهائياً في هذه المادة بالنسبة إلى تلميذ المعاهد العمومية يتواصل تزويد السوق بمادة ياسميد والفارين بنسق تدريجي في كامل جهة البلاد وفي ولاية القيروان تم توزيع المادتين خصوصاً في الأريف بصفة استثنائية تم صباحة اليوم توزيع 12 طن من مادة ياسميد والفارين بمقر شركة الغالبة بالقيروان وتخصص هذه الكميات في أغلبها لأريف مدينة العلا وجزء من أريف مدينة حاجب العيون البايا نعطيه نقسمه أناس طريف طريف لنجمش نباش نأخذ ناو قليمه ما كالشهر ممفروض العطار يكون واعين ممفروض العطار يكون واعين واعين بالعمر هيا وشائر علينا نحن بكري نجو نهز ومال الله يليهز وحد السميد وتوك يتغسلت العباد ولهنا بزوز كيلو بثلاثة كيلو بلفطور ينوب ربي غزج السلعة أخرى وبعد السلعة أخرى وكيل الشركة وأيضا تجار تفصيل أكدوا أن هناك نقص حاصل سببه اللهفة والاحتكار كما قدموا تطمينات للمواطنين بأن عملية تزويدهم متواصلة ولن تتوقف اليوم تم 240 كيس 240 كيس متى 50 كيلو يعني 12 طن المنتفعين هم بنسبة 100% سكان الريف سكان الريف في العليق يعني الكمية هذه ما تغطي حتى شي ما تغطيش حتى 5% من الحاجات المطلوبة الرسالة أن وجهة المواطنين كل شيء متوفر كل شيء موجود من غير لهفة كل شيء متوفر يعني نتصور هكذا هذا هو الحل وقد شددت الإدارة الجهوية للتجارة بالخيروان من آليات الرقابة للضرب على أيدي المحتكرين والمتمعشين وفي تصريحنا للأخبار أكد وزيرات تجارة محمد المسلينيان مادة يسميد والفرينة سيتم توفيرها وتعميمها في كامل تراب البلاد في أجل أقصى أربعة أيام في إطار خطة سميت بخطة تكفيف التزويد نحن الآن باتفاق مع المهنيين باتفاق مع السلطة الأمنية وضعنا خطة سمناها خطة تكثيف التزويد يعني نضخوا كميات أكبر مع السلطة الجهوية السادة الأوليات والمدير الجهوية للتجارة والسلطة المحلة أيضا نوجه التوزيع في المناطق البعيدة والريفية الآن نؤكد للتوانسة أنه الكميات موجودة كميات من القمح موجودة معاش تم حصص الآن في هذه المرحلة مثلا مش حصص سنزود المطاحن التلتزم بالبرنامج تزويد كامل فرينة المعدة للخبز موجودة في كل المخابز والمخابز تستغل وكل المواطنين في المناطق اللي فيها مخابز وهي سواء كان مخابز مصنفة أو مخابز غير مصنفة فالمواد هذه موجودة ومتوفرة وكل المخابز تأخذ كمياتها من الفرينة بشكل عادي إذن مشاهدين هذا كل ما لدينا البقية تأتيكم في نشراتنا القادمة ونذكركم بعنوين النشرة ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا إلى 455 ومبادرات جديدة للمجتمع المدني والمواطنين لدعم جهود المرافق الصحية انطلاق عملية صرف المساعدة الاجتماعية لمستحقها من عائلات موزة وحيرفيين ومهنيين حسب جدول زمني لوزارة الشؤون الاجتماعية تواصل تزويد الأسواق بمادتين سميد والفرينة في الارياف ووزارة التجارة تؤكد تعميم المادتين في كامل البلاد خلال أربعة أيام وفي الختام مشاهدين يمكنكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية تونسيا تيفي نقطة في الختام أيضا نعول على وعيكم مشاهدين ليحمي الله تونس ويحمي الجميع ضمتم في رعاية الله إلى اللقاء